السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلاب وطالبات الصف 11 المسار التكنولوجي أهلا وسهلا بكم في درس جديد لمادة علوم الحاسب بعنوان تشفير البيانات ضمن الوحدة الثانية البيانات والمعلومات تعرفنا في الدرس السابقة لوحدة البيانات والمعلومات على مفهوم البيانات والمعلومات والمعرفة وكذلك عملية جمع البيانات ومصادرها ومن ثم تطرقنا إلى عملية التحقق من صحة البيانات وأنواعها وفي نفس السياق قمنا بالتحقق من صحة إدخال البيانات باستخدام لغة البرمجة بايثون عن طريق بعض الدوال الجاهزة في هذا الدرس سوف نتطرق إلى مفهوم تشفير البيانات بالنسبة لأهداف درسنا اليوم فهي كالتالي أولا التعرف على مفهوم التشفير ثانيا التعرف على التشفير المتماثل ثالثا التعرف على التشفير غير المتماثل ورابعا سوف نقوم بإجراء مقارنة بين التشفير المتماثل وغير المتماثل كما يمكنكم أعزائي الطلاب الاستعانة بالكتاب المدرسي من الصفحة 213 إلى الصفحة 221 عزيزي الطالب في الدروس السابقة بعنوان البيانات والمعلومات والمعرفة تطرقنا إلى مفهوم جمع البيانات هذه المرحلة تعتبر محورا رئيسيا في عملية البحث إذ لا يمكن إتمامه دون وجود بيانات ومعلومات كافية حول محور البحث لذلك يلجأ الباحث إلى اتباع عدد من الطرق لاستقطاب البيانات من مصادرها يحتاج جمع البيانات إلى الفهم والتخطيط والعمل الدؤوب وذلك للحصول على بيانات ذو جودة تنقسم مصادر البيانات إلى نوعين أولا مصادر البيانات الرئيسية ثانيا مصادر البيانات الثانوية في هذا الدرس سوف نتطرق إلى مفهوم تشفير البيانات قصد حمايتها والمحافظة على سريتها نمر الآن إلى العنصر الأول في الدرس وهو تعريف مفهوم التشفير التشفير هو وسيلة لحماية البيانات عن طريق إخفائها عن الأشخاص الغير مخول لهم للوصول إليها لتحقيق هذا يجب أن يتم تشفير البيانات أي تحويل وترجمة تلك المعلومات إلى رموز بحيث لا يمكن فكها إلا من قبل الشخص الذي يملك مفتاحا خاصا بفك التشفير لتلك البيانات ويعتبر مفتاح التشفير عنصرا أساسيا في فك التشفير يستخدم التشفير في العديد من الأشياء في حياتنا فعلى سبيل المثال إذا أردنا إرسال مقترح لاستثمار وتقديم فكرتنا في عرض تقديم ما فإن حسوبنا يشفر هذه المعلومات بحيث لا يتمكن الآخرون من صرقة هذه البيانات أثناء نقلها لحماية مناسبة للبيانات أحيانا لا يكفي حماية الوصول إلى هذه البيانات من قبل جهات غير مخول لهم بل سيكون تشفير البيانات عملية في غاية الأهمية هناك العديد من أنواع الخوارزميات التشفير حسب أنواع وطريقة إدخال البيانات هناك نوعان من التشفير التشفير المتماثل Symmetric Encryption والتشفير غير متماثل Symmetric Encryption في هذا الدرس سوف نتعرف على طريقة عمل هذا النوعين من التشفير التشفير المتماثل Symmetric Encryption في هذا النوع من التشفير يتم فيه استخدام نفس المفتاح لتشفير وفك التشفير لملف أو رسالة يتم تطبيق مفتاح سري عبارة عن رقم أو كلمة أو سلسلة من الأحرف العشوائية على نص الرسالة ولابد في هذا النوع أن يعرف المرسل والمستلم المفتاح السري المستخدم ليتم تشفير وفك تشفير الملفات المرسلة من مزايا التشفير المتماثل أنه سهل لاستعمال وسريع حيث أن خوارزميات التشفير أسرع بكثير وتتطلب طاقة حسابية أقل في البداية لدينا البيانات الأصلية سوف نقوم بتشفيرها للحصول على بيانات مشفرة ومحمية إذا أردنا الحصول على البيانات الأصلية مرة ثانية سوف نقوم بعملية فك التشفير في التشفير المتماثل عملية التشفير وفك التشفير تتم باستخدام نفس المفتاح من الأمثلة الشائعة لإستخدام التشفير المتماثل هي حماية الملفات بمفتاح سري سوف نقوم بتطبيق هذه العملية على ملف العرض التقديمي لهذا الدرس قصد حماية المحتوى أولا أختار قائمة File الأمر Info ثم Protect Presentation ثم أضغط على Encrypt with Password سوف أقوم بكتابة كلمة السر ثم أعيد تأكيدها مرة ثانية وبالتالي تحصلت على ملف محمي ومشفر لفتح هذا الملف وعرض محتوى سوف أختار القائمة File والأمر Open ثم Browse أختار الملف ثم أضغط على الزر Open أقوم بكتابة كلمة السر والتي تمثل مفتاح الحماية وبالتالي يتم عرض محتوى ملف العرض التقديمي من خوارزميات التشفير الأخرى التي تعتمد على مبدأ التشفير المتماثل نذكر شفرة القيصر Caesar Cipher والتي تعد من أقدم خوارزميات التشفير وتستخدم لتشفير النصوص والرسال في هذه الخوارزمية يتم استبدال كل حرف داخل النص بحرف آخر وفق ترتيب عددي ثابت يتم عكس الترتيب عن طريق مبدأ الإزاحة Shift لمقدار معين من الحروف اعتمادا على مفتاح التشفير وخوارزمية التشفير النوع الثاني من التشفير هو التشفير الغير متماثل Asymmetric Encryption يتضمن هذا النوع من التشفير زوجا من المفاتيح يعرفان باسم المفتاح العام والمفتاح الخاص يتوفر المفتاح العام لأي شخص قد يرغب بإرسال رسالة إلينا ولكن يتم الاحتفاظ بالمفتاح الخاص سريا الرسالة التي يتم تشفيرها باستخدام مفتاح عام لا يمكن فك تشفيرها إلا باستخدام مفتاح خاص بينما الرسالة المشفرة باستخدام المفتاح الخاص يمكن فك تشفيرها باستخدام المفتاح العام في البداية لدينا البيانات الأصلية سوف نقوم بتشفيرها وذلك باستخدام المفتاح العام لنتحصل على بيانات مشفرة ومحمية إذا أردنا الحصول على البيانات الأصلية سوف نقوم بفك التشفير باستخدام المفتاح الخاص وبالتالي نتحصل مرة ثانية على البيانات الأصلية من الأمثلة عن التشفير الغير متماثل نذكر تشفير البريد الإلكتروني Email Encryption يعتمد تشفير البريد الإلكتروني على حماية المعلومات الحساسة المحتمل قراءتها من قبل أي شخص آخر غير المستلمين المعنيين يجب أيضا تشفير قنوات الاتصال من قبل مزود البريد الإلكتروني الخاص بنا وكذلك تشفير رسائل البريد الإلكتروني المحفوظة أو المحفوظة مؤقتا أو المؤرشفة تشفير رسالة بريد الإلكتروني في برنامج Microsoft Outlook يعني تحويلها من نص عادي يمكن قراءته إلى نص مشفر لتشفير البريد الإلكتروني في برنامج Microsoft Outlook أذهب إلى تابويب Option ثم أضغط على خاصية التشفير Encrypt وبالتالي يتم تشفير محتوى البريد بريد الإلكتروني قبل إرساله من الأمثلة الأخرى لاستخدام التسفير غير متماثل نذكر تشفير القرص الصلب Hard Disk Encryption تم تصميم عملية تشفير القرص الصلب لحماية وحدة التخزين الداخلية الموجودة في حسوبنا بكاملها فبدلا من تأمين الملفات الإلكترونية بشكل فردي ومستقل فإننا نستخدم تشفير القرص الصلب لتشفير كل البيانات الموجودة على القرص علاوة على ذلك فإن هذا النوع من التشفير لا يستخدم للأقراص فحسب بل يمكن استخدامه على وحدات التخزين الأخرى مثل ذاكرة USB المحمولة أو أشريطة النسخ الاحتياطي في العنصر الرابع والأخير لهذا الدرس سوف نقوم بإجراء مقارنة بين التشفير المتماثل والغير المتماثل بالنسبة لتشفير المتماثل يستخدم نفس المفتاح لتشفير وفك التشفير بينما الغير المتماثل يستخدم مفتاحين مختلفين لتشفير وفك التشفير يعرف التشفير المتماثل بسرعة التنفيذ ويتطلب طاقة حسابية أقل بينما التشفير غير المتماثل بطيء للغاية ويتطلب طاقة حسوبية عالية بالنسبة لتشفير المتماثل يتطلب قناة آمنة لنقل مفتاح التشفير بينما الغير المتماثل يوفر المزيد من أمان البيانات كذلك لا يمكن استخدام التشفير المتماثل في التوقيعات الرقمية والشهادات بينما التشفير غير المتماثل يوفر مجالات استخدام كبيرة مثل التوقيع الإلكتروني أعزائي الطلبة تطرقنا في هذا الدرس إلى مفهوم التشفير ثم التشفير المتماثل وبعد ذلك تعرفنا على التشفير الغير متماثل وفي الأخير قمنا بالمقارنة بين التشفير المتماثل وغير المتماثل في نهاية هذا الدرس أشكركم على حسن المتابعة دمتم في رعاية الله وحمايته ترجمة نانسي قنقر